موسيقى 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 البداية الليلة بالشأن السوري فكأن رعاة أستنى لا يأبهون لغياب المعارضة فعلى الرغم من رفضها المشاركة في جولة جديدة اعتراضا على تجاوزات النظام وخلفائه ها هم الرعاة يتوافدون على عاصمة كازاخستان دون أن يحاولوا حتى الاتصال بطرف النزاع الغائب رسالة لا تحمل إلا معنا واحدا مفاده أن القائمين على المؤتمر سدوا آذانهم للمطالب بوقف التصعيد ويريدون فرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات حاسمة ولكن بمن حضر موسيقى ساعات تفصل موعد انطلاق محادثات أستان ثلاثة بشأن الإزمة السورية لكن وفد فصائل المعارضة يغيب عن الاجتماع وهو ما يهدد فرص نجاحه ويطرح مسألة الجدوى من انعقاده إذ يؤكد الوفد عدم مشاركته في المحادثات ويعز قراره لعدم تقيد النظام بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار وعدم وفاء الروس بتعهداتهم للضغط على النظام للغاية نفسها ووفق المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد فأن جرائم النظامي وإيران وعمليات القصف الجوي الروسي ورعاية روسيا عمليات تهجير طائفي والتي آخرها في حي الوعر في حمص أعدمت كليا فرص المشاركة في أستانا لكن وزير الخارجي الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف أكد مشاركة روسيا وتركيا وإيران في المحادثات بينما يصر وفد فصائل المعارضة على مقاطعتها بسبب خروق الهدنة ويقول إنه ينتظر رد موسكو بشأن ذلك فالوفد أكد أن قرار مشاركته في أي جولة تفوضية مقبلة يتعلق بتقييم نتائج اتفاقات وقف إطلاق النار ومدى الالتزام بها وفي ظل كل هذا يبدو اجتماع أستانا يتيما بينما يشكك مراقبون في نجاحه وإيجابية ما قد ينتج عنه معنا الآن من أسطنبول الباحث السياسي محمد زاهد السلام محمد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار على ما يبدو روسيا وتركيا وإيران ماضية في ترتيب عقد هذه الجلسة على الرغم من غياب الطرف الذي تضمن أو ترعاه تركيا ما الجدوى من عقد هذه الجولة في أستانا إذا لم يحضرها الطرف المعارض يعني إذا ما نظرنا إلى الأستانة الثانية تحديدا فإننا سنلاحظ أمرين اثنين الأمر الأول انتهاء الاجتماع على خلاف الفرقاء بشكل واضح وصريح انتهاء الاجتماع دون أن يكون هناك حتى بيان ختامي وربما يمكن أن يقال أن البيان الختامي الذي تم إعداده بين الدول الثلاث تركيا وروسيا وإيران لم يتم التوافق عليه وكان هناك الخلاف التركي الإيراني الذي منع من صدور بيان مشترك وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد هناك أي جدوى في هذا السياق لانعقاد الأستانة الثالثة وخاصة أن الطرف الضامن التركي والروسي لم يستطيعا بشكل واضح الإيفاء بالالتزامات وبالتالي نحن لا يمكننا اليوم أن نتحدث عنه قائمة حتى نتحدث عن المسار السياسي الذي ربما سيليه لكن أعتقد أن الرئيس أردغان عندما زار موسكو قبل أيام وكان هناك حوار مع الرئيس بوتين يبدو أن الرئيس بوتين أراد أن يكون هناك جولة للمحادثات ثانية في الأستانة وهي النقطة التي نحن نتحدث عنها في هذه اللحظات أعتقد أن تركيا لا تحمل تصورات حقيقية واضحة لما يمكن ستقول إليه هذا الاجتماع ولا أعتقد أن الأطراف المعنية لديهم الجديد فيما سيقدمه من اقتراحات أو من أحاديث أو من جديد يذكر بعد خاصة اجتماعات جينيف الرابعة وبالتالي أعتقد أننا نحن ماضون لاجتماع لا يمكن الحديث عن نتائج ملموسة تخرج من ورائه إلا إذا كانت هناك أطروحات روسية أو إيرانية جديدة في قناعتها إذا كانت تركيا لا تملك رؤية لما قد يؤول إليه هذا الاجتماع والأطراف الأخرى كما أشرت لا تملك أيضا نظرة نهائية لنتائج الاجتماع لماذا لم يتم تأجيله؟ لماذا المضي قدما في عقده في هذا المواعد؟ كان ربما بالأفضل أن يتم تأجيله لبعض الوقت حتى تتضح الأمور يعني أعتقد وتلبية لطلب الرئيس بوتين تحديدا ليس أكثر ولا أقل ويعني المنطق والأصل يقتضي أنا في قناعتي كما ذكرت إما تأجيل هذا الاجتماع أو عدم الذهاب إليه لأنه لا يوجد فيه ما يمكن تسميته بطرح جديد يذكر في هذا السياق يعني تركيا في النهاية لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها الأمر نفسه ينطبق على روسيا أيضا المعارضة التي ذهبت إلى الأستانة كانت حقيقة لديها بعض الأمل فيما يتعلق بالأطروحة الروسية فيما يتعلق بالجدية التي شهدتها من روسيا في اجتماعات أنقرة الأمر عمليا تحول إلى كما تعرفون إلى تقديم نوع من أنواع مسودة الدستور والحديث في الجانب السياسي دون ما يمكن تثبيته بتثبيت الهدنة الذي انعقد من أجله اجتماع الأستانة الأول والثاني وهذا لم يتحقق فما بالك بالحديث عن الجانب السياسي الذي لا تملك أيضا قيادة المعارضة المسلحة الحديث والانخراطة فيه فضلا أنها رفضت أصلا منذ البداية الحديثة في هذا الموضوع بالنظر إلى كل هذه الأمور أستاذ محمد التي أشرت إليها لماذا تحضر تركيا هذا المؤتمر لا يعتبر ذلك سحبا للبساط من تحت أقتام المعارضة التي هي أصلا الطرف الداعم لها يعني كما قلت لك أعتقد أنه يأتي في إطار تلبية الرئيس يعني ودعوة الرئيس بوتين لهذا الاجتماع ليس أكثر ولا أقل في إطار أنه ربما ينتج عنه ما يمكن تسميته بشيء إيجابي ولكن لست متفائلا حقيقة كمراقب وكناظر إلى مجرأة الأمور وخاصة الميدانية منها بطبيعة الحال كان هناك حديث عن أنه ضغوط تمارس على الطرف المعارض للمشاركة بهذا الاجتماع وعلى وحتى بشكل رمزي إلى أي مدى برأيك يمكن أن تسفر هذه الضغوط عن أي نتيجة يعني أعتقد أن الطرف التركي ما لم يكن مقتنعا لن تمارس الضغوط الكافية وبالتالي لن يكون هناك تمثيل حقيقي للمعارضة لكن لو شعرت أنا في قناعة تركيا بجدية هذا الاجتماع أو أن هذا الاجتماع سيخرج عنه شيء مختلف أو شيء ربما يمكن البناء عليه فأعتقد أن تركيا بإمكانها وقتها أن تمارس نوع من أنواع الضغط على بعض المعارضة من أجل الحضور والتمثيل في هذا المؤتمر ولكن مرة أخرى أستاذ محمد لماذا لم تقل تركيا لروسيا وإيران أن الوقت ليس مناسب الفحوة غير متوفرة وبالتالي من الأفضل أن يتم تأجيل هذا المؤتمر لأن الظروف غير ناضجة كما هو واضح يعني أعتقد ربما كان هذا هو الرد التركي عندما طرح الرئيس بوتين لكن يبدو أن الرئيس بوتين مصر على أن يكون هناك مسار للاستمرار في العملية السياسية والحديث عن القضية أو الانتقال السياسي بشكل مستمر حتى لو كان هذا الأمر غير مجدي في الوقت الراهن لا بس أستنى لا علاقة لها بالعملية الانتقال السياسي أستنى كما ذكرت لطرح المواضيع الميدانية ووقف إطلاق النار إيجاد آلية وكل هذه الأمور الموضوع السياسي يبحث في جينيف هذا صحيح لكن من المؤكد أن الأستانة هو ساند للعملية السياسية التي في جينيف وبالتالي لا يمكن أن نتصور أيضا أن ما سيحصل في الأستانة بغض النظر عن ما سيحصل لن يكون بعيدا عن مسارات جينيف وإذا ما نظرنا أيضا إلى اجتماعات جينيف السابقة سنجد جينيف أربعة تحديدا بحسب وصف المعارضة أنها كانت الأفضل من حيث الجدية التي شاهدوها من حيث الموقف الروسي وإن كان بطبيعة الحال النتائج حتى الآن غير ملموسة وغير موجودة وبالتالي ربما يمكن البناء على هذا الأمر نسبيا أقول هذا الكلام وإن كان موضوع الانتقال السياسي أو الحال السياسي حتى هذه اللحظة حسب المعطيات بعيد المنال طيب بالنسبة للمعارضة السيد أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش الحر يقول أنه جرائم النظام وإيران وعمليات القصف الجوي الروسي ورعاية روسيا عمليات تهجير طائفي والتي كانت آخرها في حي الوعر كل هذه الأمور أعدمت فرص المشاركة في أستنى إلى أي مدى تركيا تحديدا خطورة في هذه الأمور التي يشير إليها الطرف المعارض وخاصة مسألة التهجير القصري الآن من حي الوعر يعني لا شك أن تركيا تقف أو تتوافر على نفس هذه الرؤية من جهة والأمر الآخر وهو الأخطر في قناعتي يعني القيادات العسكرية حقيقة التي ذهبت وقبلت الذهاب إلى الأستانة جزء منها أصبحت خارج اللعبة السياسية في الوقت الراهن أو بعزب بسبب أوضاع الميدانية داخل سوريا يعني جزء منها أصبحت خارج اللعبة الحربية أو كونها قيادات لكتائب أو فصائل بسبب تغيرات الوضع بشكل سريع للغاية في الميدان وبالتالي أعتقد أن التركيا من مصلحتها أيضا عدم حرق جميع الأوراق بشكل واضح سواء في اجتماع الأستانة أو ما شباه من الاجتماعات لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على صورة هؤلاء الناس في الداخل السوري وبالتالي أعتقد أن جزء كبير من من ذهب إلى الأستانة هم الآن أشخاص خارج ما يمكن تسميته بالتوافق يعني خارج المعادلات العسكرية الميدانية في الوقت الراهن وبالتالي تركيا خسرت الشيء الكثير في قناعتي في الذهاب إلى الأستانة دون ما نتائج حقيقية ملموسة حتى الآن شكرا جزيلا لك السيد محمد زاهد قل الكاتب والباحث السياسي كان معنا من اسطنبول ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لك